السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة اتمنى تكونوا بخير و بصحة جيدة اليوم سوف نحضر اخواتي هذا الفطائر على شكل بيتا فطائر بعجنة سائلة بدون فرن في المقلات كدشي رائعة طريقة تحضير لها بسيطة و مكونات يعني المتوفرة عندك في البيت اتمنى انها تعجبكم لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة و لا تردوش انكم تبعتجوا الوصفة مع الاخوات بشيطة طريقة تحضير في البداية كنا نأخذ بصلة يعني نحضر بصلة و الفلفلة خضراء او الصفراء او الحمراء التي لديكم مهم كنا نحضرها شرائح كنا نرفع شوية السيت شوية الملحة و شوية البزار كنا نشحرها في المقلات كنا نحضر ايضا كنا نحضر ايضا في الفطائر المهمة نحن نطيفها و حتى تنزل لنا نخلطها نضيفها و شوية الملحة و شوية الزيت في المقلات نضيفها في البطن و نجلبها و نقليها في المقلات نضيفها لها حتى تنزل لنا و نضيفها لها نضيفها على جنب بما طيب و في نفس الوقت كانت تحضر من الطيب لنا كانت نجد العجينة السائلة لها طائر و نضيفها فيها نضيف ملعقة كبيرة الخميرة الخبز مكونات ضياج المضاحة و نضيف نضيفه و نضيفه و نضيفه و الماء و نضيفه لأنه نضيفه و نضيفه بالحسب نضيفه و نضيفه ثم نزيد البقية المهم نضيف سانوج و الزطر و نضيف البزار لنضيف العجنة ملحة نضيف ملعقة صغيرة و الزطر ملعقة مع مرش صغيرة نضيف العجنة و نضيف ملحة ملحة و نضيف ملحة و نضيف بقية الحليب و الماء نضيف الدقيقة بشوي بشوي نضيف ملحة و نضيف البقيية الماء نحاول نضع عينك ميزانك لكي لا تكتر الخالد نضع دقيق ثاني ثالث نضع البقية الماء ثالث نضع العجينة لا تكون سائلة ثقيلة نحاول نضع الدقيق جيدا في الخرعة لكي نضع الزيت لكي نضع العجينة ثقيلة ثقيلة نضع الدقيق نضع الدقيق ثقيلة 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 نضع الخرعة ثقيلة 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 تكون مبين لديك ميزان كيف تريد البيتزا لا يمكن أن تسرحوها بحالة تشكل ونشعل البوطة لنضع طيب قليلا حتى نشف لكم من الفوق لا تلتقش تشوفوا محمرة قليلا نقصوا العافية نضع فاشتون وكما قلت لكم سلصلة ماطمية الأولى بالنسبة للسلصلة تحكو ماطيشة تحكو ماطيشة عادية يطرية مع شوية ماطيشة الحك او البلش تجعل واحدة تطيب فوق العافية في مبيقلات او في كسرونة تقليكم تسموها كما لا تريد وتضعوها في بيتزا ومن طريقة نضع الفرماج ونضعوا الطون ونضعوا الفرماج نضعه على الفرماج ونضعه على الفرماج ويكون طيب يعني غير يضب الفرماج والبيتزا تحمر من تحت ودخلها الطياب جيد العافية لا تجدوها سوف تكون موجودة طيبة ونضعها كتبضة طيبة ونضع ايضا شوية التغباج هي تكون موجودة طيبة وليست غير موجودة من وهو غير مجدد ونضعها موجودة فرماجد وينما لا تريد إهلا تحتاجة مقليات ونضع جد الآن نقلب بشوية زيتر إذا كانت ما تلصق شيني بلاش شكرا 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 وهذه البيتزا بعد ما طابت كما تشاهدوا اللقطات اللقطات التي دارت لكم الطريقة التي تضع العجينة بتفصيل شرح مبسط الأخوات التي ترون طريقة الطيب أراها باين في كل شيء بعد ما تضع الطيب تقطعها محتى سخونة وتكالساخنة تأتي لديدة يعني مغايرة عن العجينة للفران للمقلة بوحدة وكذلك العجينة العادية تقطع طيبها في المقلة وكذلك سائلة يعني كان لكم الاختيار كثير طرق وغيشة بها بالبيتزا كذلك رائعة كثير طيب وبسحة ورحة لا تفعلوا أخواتي لا تردوا لايكات في الفيديو كيف ترون الأخوات لا تفصلوا بالفيديو لا تفصلوا بالفيديو باللايك وكذلك بالفيديو للأخوات الأخرى أو للأخوات لا تعرفوا على القناة مهمة بعض الأجل والوصفة مع الأخوات دعوا لي أي ملاحظات أي استفتارات أو شيئا دعوا لي تعليقوا في القناة بسحول الراحة مع السلام أخواتي مع فيديو جيش الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر